خمسة أسماء بارزة ستحاول استمالة أعضاء الحزب الجمهوري يوم الخامس عشر من الشهر الجاري في انتخابات ستحتضنها ولاية أيوة يتقدمهم المثير للجدل في حضوره وغيابه الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إذ يبدو أوفر حظا لحسم السباق استنادا إلى استطلاعات الرأي التي تمنحه أفضلية مريحة عن باقي المترشحين والحدث هنا عن الحاكمة السابقة لولاية كارولين الجنوبية ذات الأصول الأسيوية نيكي هالي وحاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتس حيث حل في آخر استطلاع للرأي في الصف الثاني تساويا خلف دونالد ترامب أما رجل الأعمال فيفيك راماسوامي وحاكم ولاية نيوجيرز السابق كريس كريستي فتبدو مهمتهما صعبة إن لم تكن مستحيلة في قلب الموازين وحسم النتائج النهائية لانتخابات الحزب الجمهوري الأمريكي لكن قبل الوصول لاقتراع منتصف يناير الجاري سيصطدم المترشحون الجمهوريون في مناظرة يوم الأربعاء بجامعة دريك في مدينة ديموين عاصمة ولاية أيوة مناظرة سيغيب عنها دونالد ترامب